أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي واجهت دول المنطقة قد زادت من تكاتف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصرارها على تحقيق المزيد من عرى التنسيق والتعاون الأخوي على كافة المستويات فيما بينها بما يحقق مواصلة تعزيز وحدة وتكامل خطاها نحو خدمة شعوب دول مجلس التعاون وإحفظ أمنها واستقرارها ومنجزاتها جاء ذلك لدى لقاء سموه حرده الله اليوم بقسلك ضيبية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث هنأ سموه الأمين العام لمجلس التعاون بثقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتجديد تعيينه أمين العاما للمجلس وهما يؤكد الجهود الطيبة والحثيثة التي بدلها الزياني طوال شغله للمنصب واطلاعه بمهام هذا المنصب على خير وجه واطلع سموه على نتائج الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا وخلال اللقاء أشهد اسمه بمخرجات القمة الخليجية وبمضامينها التي تسهم في مواصلة تعزيز العمل الخليجية المشترك نحو المزيد من التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة وبما يكرس توجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو المواطنة الخليجية منوها في هذا الصدد بدور الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في دعم هذه المنظومة الخليجية والتي تبرز في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبدالعزيز أهل السعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجية المشترك والتي تلقى كل الترحيب والدعم من قادة دول مجلس التعاون وما تتضمنه من جهود مخلصة في تعزيز مسيرة المجلس لمواجهة كافة التحديات واستمرار تنسيق جهوده ككيان موحد يعزز مكانته الإقليمية والدولية وأعرب اسمه عن تطلعه إلى المزيد من عورة التكامل الخليجي وأن تسهم القمة الخليجية التي ستعقد في مملكة البحرين في عام 2016 في تحقيق كل ما من شأنه بل ورط هذه الجهود والمبادرات بما ينعكس على استمرار تعزيز العمل الخليجية المشترك والتكامل بين دول وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يوازي واقع وحجم التحديات التي تمر بها المنطقة على مختلف الأصعدة من جانبه أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على الدول المحوري الذي تقوم به مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن إيسى الخليفة أي للبلاد المفده بدل الله ورعاه في تعزيز العمل الخليجي المشترك الذي يسهم في خدمة دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعرب عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي وللعه النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه من دعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وما تترجمه من تطلعات قادة وشعوب مجلس التعاون نحو كل ما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد التعاون والتكامل